موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أمفانتكات ابتداء من اليوم فاتح ماري السلجاري سيتم تعميم برنامج أوراش على سائر التراب الوطني حيث ستشمل مرحلته الثالثة والأخيرة عددا من العمالات والأقالي بلاغ لرئاسة الحكومة صدر عقب اجتماع اللجنة الاستراتيجية التي انعقدت برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة وبحضور أعضاء اللجنة ذكر أن هذه المرحلة ستشمل عمالات وأقاليم الفحص أنجرة والعرائش وطنجة أصيلة وتطوان وبركان والدريوش والناظور ووجد أنجاد ومكناس وفاس وإفران وصفرو وتازة والقنيطرة والرباط وسلا وصخيرات تمارة وابن ملال والفقه بن صالح كما ستشمل هذه المرحلة أيضا عمالات وأقاليم خريبكة وابن سليمان وجديدة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وسطات وقلعة سراغنة ومراكش وأسفي وميدلت وأجادر إدوتنان وإنزجان أيتملول وأسززاج وقلميم وطنطان وبشدور والعيون وأسر وذكر البلاغ أن رئيس الحكومة أكد خلال هذا الاجتماع على أهمية هذا البرنامج المبتكر الذي وضعته الحكومة والذي يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حدود الإدماج المهني وخلق مناصب شغل مباشرة ارتفع عدد المواطنين المغاربة الذين غادروا أوكرانيا عبر المعابر الحدودية إلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال أمس الاثنين إلى 1534 شخصا حسب ما علم لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وأوضح المصدر داته أن هذا الرقم يبقى مرشح للارتفاع مشيرا إلى أنه يتوزع بين بولونيا ب720 شخصا ورومانيا ب384 شخصا وسلوفاكيا ب300 شخص وهنغاريا ب130 شخصا وسجلت دروة عمليات المغادرة يوم أمس الاثنين بالمركز الحدودي مع بولونيا بمغادرة 600 مغربي لأوكرانيا عقب العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا تميزت عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم السنة الجارية التي جرت في الفترة الممتدة من الثالث عشر دجمبر الفائت إلى العاشر فبراير المنصر بإقبال مهم ونمعي في هذه العملية من لدن الشباب خاصة فئة الإينات منهم معطيت أكثر حول هذه العملية في تقرير أنس بستا إقبال مهم ونوعي ذاك الذي ميز عملية الإحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية برسم السنة الجارية فبحسب الأرقام التي كشفت عنها وزارة الداخلية من خلال اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية التي عقدت اجتماعا بالرباط فإن عدد الشباب الذين استكملوا إجراءات الإحصاء بلغ 178,166 مقابل 133,820 سنة 2019 أما عدد الشابات اللائي تطوعنا للخدمة العسكرية فقد بلغ 29,013 شابة أي بنسبة تفوق 16% من مجموع الشباب الذين تم إحصاؤهم مقابل 13,614 سنة 2019 وهي نسبة مثلت آنداك 10.17% اللجنة أكدت أن عدد الشباب دكورا وإناثا الذين تطوعوا لأداء الخدمة العسكرية بلغ 99,060 شخصا منهم أكثر من 29% من الإناث مقابل 66,990 سنة 2019 نظمت الجماعة الترابية تروال بإقليم وزان وجمعية أدرار بمقر الجماعة لقاء تواصلي حول التعاونيات مدخر لتمكين الاقتصادي للنساء الجمعية تروم من خلال هذا اللقاء المساهمة في جهود التمكين الاقتصادي للنساء جماعة تروال من خلال حدهن على التأطير في تعاونيات انتاجية ستمكنهن من الاستفادة من دورات التكوينية والولوج إلى التمويل والمواكبة تفاصل أكثر حول الموضوع في تقرير صفية عثمان نظمت الجماعة الترابية تروال بإقليم وزان وجمعية أدرار لقاء تواصلي حول التعاونيات مدخل لتمكين الاقتصادي للنساء الجمعية تروم من خلال هذا اللقاء المساهمة في جهود التمكين الاقتصادي لنساء جماعة تروال من خلال حثهن على التأطير في تعاونيات انتاجية ستمكنهن من الاستفادة من الدورات التكوينية والولوج إلى التمويل والمواكبة استدعينا الجمعية الإدرار والجمعية الإنماء وجاء ممثل ترقاوح المجموعة من الشواركة والأوأيس ماروك الجمعية الأوأيس ماروك والطانجة من خلال هذه الورشة الورشة تأسيس التعاونيات الهدف من اللقاء كامل هو الأسوة تعاونيات نسائية في المجل الصناعة التقليدية في المجل الفلاحي لكي هم من أعشاب الطبية والتثمين الزيتون والبرقوق والمجل السياحة تفقنا على الموضوع لتمكين المرأة انطلاقا من التجارب التي لدينا في عدد المناطق المغرب تمكين المرأة عن طريق تعاونية والتعاونية هي مقاولة عند أبعاد اقتصادية اجتماعية طربوية وبيئية اللقاء التواصلي أضطره خبراء في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية الاجتماعية وممثلون عن جمعيات ناشطة في المجال وشارك في اللقاء عدد من النساء والرجال من جماعة تروال وأعضاء في جمعيات وتعاونيات محلية تواصل اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة الجودة بعمالة وجد أنقاد تعبئتها وتكتيف دوريات المراقبة على مستوى جميع نقاط البيع وقنوات التوزيع من أجل الوقوف على أسعار السلع المعروضة وجودتها وقد تتبع حالة التموين بالأسواق المحلية كاميرا انفاندكات عاينت الجولة الميدانية التي قامت بها اللجنة في هذا الإطار لمحلات تجارية ونقاط بيع بمدينة وجد وذلك لحماية المستهلك والحفاظ على القدرة الشرائية عودة مع صفية عثمان تواصل اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة الجودة بعمالة وجد أنقاد تعبئتها وتكتيف دوريات المراقبة على مستوى جميع نقاط البيع وقنوات التوزيع من أجل وقوف على أسعار السلع المعروضة وجودتها وكذا تتبع حالة التموين بالأسواق المحلية تقوم صلحة المراقبة بالولاية بالتنسيق مع منذبية التجارة والصناعة والانصة والمكتب الصحي البلدي والسلطة المحلية وكذا المصالح العملية في إطار اللجنة مختلطة لتتبع حالة تموين السوق المحلية لمختلف المواد الغذائية الاستهلاكية خاصة تلك التي يتم الإقبال عليها بشكل كبير بما فيها المواد المدعمة وبموازة مع ذلك تقوم هذه اللجنة بمراقبة الأسعار وتم خلال هذه الجولة تحسيس التجار بالالتزام بالقوانين الجاربها العمل كما تندرج الجولة في إطار المهام الروتينية للجنة والتي تتمثل في مراقبة الأسعار وحالة التموين بالأسواق المحلية ومراقبة شروط التخزين والنظافة والتأكد من صلاحية المواد المعروضة عملية مراقبة المواد الغذائية هي واحدة عملية روتينية نقوم بها على طول سنة في إطار واحدة اللجنة مختلطة نكون مجموعة المصالح الهدف من هذه الأمالية هو التأكد من سلامة وجودة المواد الغذائية المعروضة للبيع التأكد من الأنوان ديالهم والتأكد من سلامة ضروف الحفظ وتوزيع هذه المواد الغذائية مصالح المراقبة تبقى مجندة للسهر على تتبع حالة التموين ورصد أي خصاص في أي مادة لمعالجة الأمر فوريا عبر الاتصال بالمصالح المركزية أما بالنسبة للمصلحة المعنية فهي تقوم بإبلاغ هذه المصالح بشكل يومي وعبر تطبيق بأثمان المواد الاستهلاكية المتداولة يوميا بالدار البيضاء نظمت المنافسة الجهوية الخاصة بتمتيل جهة الدار البيضاء ستات في المصابقة الوطني للروبوت بمشاركة 52 فريقا يمتلون مختلف المؤسسات التعليمية على صعيد الجهة المنافسة تعد مرحلة إقصائية تقود نحو المشاركة في المصابقة الوطنية للروبوت في نسختها السابعة والمنظمة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لنتابع بالدار البيضاء نظمت المنافسة الجهوية الخاصة بتمثيل جهة الدار البيضاء ستات في المصابقة الوطنية للروبوت بمشاركة 52 فريقا يمثلون مختلف المؤسسات التعليمية على صعيد الجهة نحن يجب سعادة بالموتيفاسون ومشاركة في هذه الفرق حده شيء يمثل شهور ديال العمل نقل نحن نحن ونقل الفرق نقل الاساتيدا الذهن كانوا متطوعين والمنظمة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة هذه التظاهرة مكنت المؤسسات العمومية من انخيرات في ورشات الروبوتيك وبالتالي انخيرات في هذه المسابقة الجهوية وقد تمكن العديد من المؤسسات من المشاركة وستفادت فرق عديدة من مديرية إقليمية من تكوينات في الروبوتيك هذه التكوينات فتحت المجال لتلامذة المؤسسات العمومية بالانخراط في هذه المسابقات الجهوية وبالتالي الاستفادة من عدة مجالات ذات الصلة بعالم الروبوتيك بما فيها العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كما فسحت المجال أمامهم لإبراز كفاءاتهم وأحيت فيهم روح المنافسة والابتكار وبمراكش نظم المعهد الفرنسي حفل توقيع الرواية الأخيرة للكاتبة الفرنسية لوسيل بيرناخ مع بزوغ فجر أحلامنا الصادر عن دار النشر لارا ماردان وتسمع الكاتبة في روايتها التي تعقب أخرى عنوانتها بالحب هو نظير الطيور صوت الشخصيات صوت عالم جديد يجمع بين قوة أحلامنا وحرية الحلم غير القابلة للتصرف نظم المعهد الفرنسي بمراكش حفل توقيع الرواية الأخيرة للكاتبة الفرنسية لوسيل بيرناخ مع بزوغ فجر أحلامنا الصادرة عن دار النشر لارا ماردان الكاتبة تسمعنا في روايتها صوت الشخصيات صوت عالم جديد يجمع بين قوة أحلامنا وحرية الحلم غير القابلة للتصرف أحكي في هذه الرواية معركة فتاة شابة من أجل حريتها حتى تصير ما تريد عبر مقاومة النظم الاجتماعية الصارمة شيئا ما تقاتل حتى تستطيع عيش هذه الحرية في عالم يمضي إلى زوال بسبب الذكور الكاتبة لوسيل بيرناخ التي رأت النور بفرنسا اختارت المغرب أرضا من أجل الكتابة وأحدثت بمراكش مركز الإبداع الفني رياض صحرانور كمكان للتلاقي والتبادل بين مختلف الثقافات وفضاء يجتمع فيه الفنانون والشعراء والكتاب من العالم بأسره في الشأن الدولي وفي جديد الأزمة الروسية الأوكرانية أعلنت روسيا عن إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من 36 دولة سبقا اتخذت إجراءا مماتلا بحقها وكالة النقل الجوية الروسية قالت في بيان إن روسيا حضرت استخدام مجالها الجوي أمام شركات الدول التي أغلقت أجواءها أمامها المزيد في تقرير عبداللطيف بن طال روسيا ترد المثل بالمثل تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية ل36 دولة عبر العالم وهي بلدان سبقا اتخذت الإجراء نفسه بحقها وكالة النقل الجوية الروسية قالت إن موسكو فرضت قيودا على تشغيل الرحلات الجوية من قبل شركات النقل الجوي في تلك الدول وفقا لقواعد القانون الدولي يقول بيان الوكالة وكذلك ردا على الحظر الذي فرضت الدول الأوروبية على رحلات الطائرات المدنية التي تشغلها شركات النقل الجوية الروسية وارتباطا بنفس الموضوع أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس أن بلادها ستشدد عقوباتها التي تستهدف القطاع المالي الروسي على خلفية النزاع بين موسكو وكييف وذلك عبر تجميد أصول جميع المصارف الروسية على أراضيها خلال الأيام المقبلة تفاصل أكثر في تقرير حمزة الأخضر يبدو أن النار المشتعل على الأرض شرق أوروبا تحديدا في أوكرانيا جراء النزاع الدائر بين موسكو وكييف سيطال لهيبها القطاع المصرفي الروسي الذي بات في مرمى نيران الغرب بسبب العقوبات التي أصبحت تفرض الواحدة تلو الأخرى علها تنجح في فرملة عجلة الأرتال العسكرية الروسية وإخماد فتيل النزاع وزيرة الخارجية البريطانية لزتراس أعلنت أن بلادها ستشدد عقوباتها التي تستهدف القطاع المالي الروسي عبر تجميد أصول جميع المصارف الروسية على أراضيها خلال الأيام المقبلة تراس أبلغت البرلمان البريطاني قائلة سنقوم بتجميد كامل لأصول جميع المصارف الروسية خلال الأيام المقبلة وذلك بالتنصيق مع حلفائنا وأكدت أن كون أكثر من 50% من المبادلات التجارية الروسية تحصل بالدولار أو بالجنيه الإسترليني ستخفف إجراءاتنا المنصقة مع الولايات المتحدة من قدرة روسيا على القيام بالتجارة ويشكل هذا الإجراء جزءا من تشريع جديد يستهدف القطاع المصرفي الروسي الذي سيمنع هذه المصارف بما فيها بنكو سبيربانك العملاق من التداول بالجنيه الإسترليني ومنع الوصول إلى الأسواق المالية لثلاثة ملايين شركة روسية أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن بلاده ستفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو وستقيد التعاملات المالية مع المصرف المركزي الروسي على خلفية النزاع الروسي الأوكراني كيشيدا قال عقب محادثات أجرها مع الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي إنه في ضوء تورط بيلاروسيا الواضح في هذا النزاع سنفرض عقوبات على الرئيس لوكاشينكو وغيره من الأفراد والمنظمات وإجراءات لدبط أصطادرات عودة مع حمزة الخضر على خط النزاع الساخن الذي يدور بين الروسي والأوكران تدخل اليابان وهذه المرة ليست للتنديد بالعملية العسكرية الروسية بل لفرض عقوبات على جارة البلدين المتنازعين بيلاروسيا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أعلن أن توكيو ستفرد عقوبات على الرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكو بسبب ما قال عنه تورط بيلاروسيا الواضح في هذا النزاع العقوبات ستطال أفرادا ومنظمات أخرى وسن إجراءات لدبط الصادرات القرار الياباني يأتي عقب محادثات كيشيدا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ولتعزز جدوى العقوبات المالية المفروضة على موسكو في المجتمع الدولي اليابان تقرر فرض عقوبات لتقييد التعاملات المالية مع بنك روسيا المركزي يقول كيشيدا توكيو تعهدت بتقديم مبلغ بقيمة مئة مليون دولار كقروض لأوكرانيا ومبلغ مئة مليون دولار آخر كمساعدات إنسانية عاجلة فيما أكد كيشيدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات للسماح للأوكرانيين المتواجدين في بلاده بتمديد مدة بقائهم إذا كانوا يشعرون بالقلق من العودة نهاية نشرتنا تفاصيل أوفى عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني أنفاتكا تيفي بوايما تجدونها نهاية نهاية